اهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد نبدأ ندخل في تفاصيل مباراة الأهل والرجاء غدا بإذن الله في زهاب الدور ربع النهائي لدور أبطال إفريقيا بيتسو موسيماني يمكن اختار قيمة قوية جدا بالنسبة لهذه المباراة والمعسكر بدأ بالأمس وعقب مران الأمس اختار بيتسو موسيماني 25 لاعب استعدادا لهذه المباراة بالطبع أبرز ما في هذه القيمة انضمام وليد سليمان عودة محمد هاني وجود كمان صلاح محصن لو هنلقى الدوء على قيمة الأهل اللي أعلنها بالأمس بيتسو موسيماني في حراسة المرمى كان محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير خط الدفاع ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم محمود متولي أيمن أشرف محمد هاني كريم فؤاد علي معلول ومحمود وحيد خط الوسط حمد فتحي أليو ديانج عمر السلية محمد مجدي أفشا أحمد عبدالقادر محمد محمود وليد سليمان طاهر محمد طاهر وحسين الشحاب لو اسم كيسوني وبرستاو وفي الهجوم حسام حسن صلاح محصن ومحمد شريف الحمد لله لصفوف مكتملة والأمور بإذن الله هتكون في صالح الأهل يا أمير إن شاء الله في مباراة الغد إن شاء الله بإذن الله هي في الحقيقة مباراة غاية في الصعوبة والخوة والندية لما يكون كبيرين في القرى الأفريقية الأهلي والرجاء المغربي بجماهرهم العريضة والعظيمة واللي بيبقى ليها دائما دور مؤثر في مختلف المباراة فبالتالي هتنتظر متعة بشكل مادئي من المباراة ما بين اتنين بلعيبة بكواليتي كبير جدا بإدارة فنية مميزة سواء هنا أو هنا وحننتظر بإذن الله إحنا كأهلوية هيا محمد بإذن الله أنا عارف أن الناس كتير من صاحبنا وأصدقائنا من مغربة بتتفرجوا دائما على قناة الأهلي ونرسل لهم تحياتنا طبعا أشققنا وحبابنا كلهم بس إحنا كأهلوية إن شاء الله الأهلي هو يكون موفق في مباراةي بكرة ويوم الجمعة اللي جاية بإذن الله تعالى هناك في كازابلانكا لكن حيبقى فيه شغل كبير قوي من الجانب التكتيكي تحديدا من المدير الفني هنا والمدير الفني هنا بالتحديد لما نيجي الكامعة مستر بيتسو موسيماني مستر بيتسو موسيماني دائما يمتاز في مختلف المباراة بس عشان فيه نجمة اللي يبتع موسيماني في المنشطة الكبيرة بأجامد أولا الراجل مدرب كبير لكن بيقدر أنه هو يحط سينياريوهات وسياسة مختلفة مع الفرق الكبيرة أوي بحجم فريق الرجاء لكن إن شاء الله إن شاء الله أيا كان مني التشكيل أيا كان زي ما قالنا كده محمد قايمة الأهلي قايمة مميزة جدا مليئة باللعبين المميزين والعائدين كمان من الإصابة في بعض اللعبين عائدين من الإصابة أيا كان اللي هيلعب إن شاء الله يكون موفق في ظل تواجد جمهور النادي الأهلي هيكون بإذن الله النتيجة في صالح النادي